بعد تخصيص مبلغ مليار دولار من قبل الحكومة الاتحادية لمحافظة الأنبار لعادة تأهيل البنى التحتية وتعويض العوائل المتضررة بسبب العمليات العسكرية القائمة الأمر الذي أثار انتقاد بعض أعضاء مجلس المحافظة سيما بعد اختطاع المبالغ المقررة من موازنة محافظة الأنبار للسنوات المقبلة ما يؤثر ذلك على المشاريع المستقبلية فيها بالحقيقة لحد الأن هي ليست منحة وهي سلفة السلفة معنا ذلك أنها تستقطع من موازنة محافظة الأنبار في الموازنات التالية وهذا مشكلة كبيرة للأنبار لأن الأنبار لا تستطيع أن تتحمل كلفة إعمارها من موازنتها وهذا الموضوع مثل ما معمول به في كل بلدان العالم عندما تحصل كارثة أعصار أو غيره مثل ما حصل في الولايات المتحدة عندما تحرضت الولايات إلى أعصار الحكومة الفيدرالية هي من تحمل كلفة الإعمار وليس الحكومة المحلية أو الولايات ولهذا على الحكومة المحلية في محافظة الأنبار أن تسعى جاهدة لتحويلها من سلفة إلى منحة وهو حق شرعي وواجب وطني على الحكومة المركزية أما اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة الأنبار فقد أعلنت موافقة الحكومة الاتحادية على صرف مبلغ 100 مليار دينار كسلفة يتم استفاؤها من المنحة المقررة البالغة مليار دولار وذلك للإسراء بحسم وتعويض المتضررين في المحافظة لحين إقرار الموازنة وإطلاق المنحة المقررة للأنبار بخصوص أن ما يقال أن هذه المبالغ ستقطع من ميزانية المحافظة في هذه السنة والأعوام القادمة هذا كلام عارا على الصحة طلبنا من محافظة الأنبار الحكومة المحلية في حافظة الأنبار طلبت سلفة من الأمان العامل بالجزراء هذه السلفة ستقطع من قيمة التعويضات وليس من الموازنة 100 مليار دينار عراقي وافقت عليها الحكومة المركزية وافقت عليها من أمان العامل بالجزراء وانحن بانتظار إجراءات تحويل المبالغ إلى الحكومة المحلية لاستكمال إجراءات تسليمها للمواطنين والذين استكبلت معاملاتهم ونطمئن المواطنين في محافظة الأنبار إن الإجراءات سريعة جدا اقتصاديون في الأنبار اعتبروا خطوة مجلس المحافظة وحصوله على قرض لتعويض المتضررين مفيدة لإنهاء معاناة الأهالي وعودة الحياة إلى المناطق المتضررة مجددا لحين إقرار الموازنة التي باتت رهن تصويت الكتل النيابية حسب تعبيرهم إن كانت هذه كسلفة إلى محافظة الأنبار وتستقطع من ميزانية محافظة الأنبار هذا له تداعيات خطيرة على جانب الاقتصادي أي بمعنى أن المحافظة لن تنهض بشكل سليم أسوة بالمحافظات الباقي من مدينة الرمادي عمر العبيدي الحرة